السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم إخوة الكرام أحوالكم إن شاء الله تكونوا بخير بسلام وبصحة وعافية بحول الله ولا تنسوا إخوة الكرام الاشتراك في القناة بارك الله فيكم لدعمنا في نشر العديد من الفيديوهات اليوم إن شاء الله سوف نتحدث معكم في موضوع يخص أرشفة جوجل أو مشكلة يعاني منها العديد من المدونين وهي لماذا لا يظهر الموقع أو لا يظهر الموضوع في محرد جوجل غير موجود ولا تأتي الزيارات من جوجل إذا لا يظهر يعني لا تأتي الزيارات من جوجل فهنا يعني العديد من الأسباب التي تجعل الموضوع لا يظهر وسوف نذكر لكم الأسباب أو الطرق لجعله يظهر وتأتي الزيارة من جوجل بحول الله طبعا سوف أذكر لكم ما في جعبتي يعني ما أنا خبير فيه سوف أذكره لكم إن شاء الله وربما هناك الكثير الكثير في عالم السيو ولكن سوف أذكر لكم ما في جعبتي كنصيحة والتي أنا يعني كتجريبة وكما تعلمون أنه يعني قد سبقها كان عندنا مدونة خاصة بالمعلوميات أنفس الساتي قبل أن أقوم بيحد فيها فما شاء الله يعني كانت الزيارات من جوجل تصل إلى إلى يعني تقريبا شهرين ووصلت إلى هذا الحد في شهرين أو يعني قبل شهرين كانت تأتي ألفين إلى آخر ولكن شهرين تأتي عشر آلاف ما فوق يعني في هذا هذا العدد تقريبا وأنا سوف أشارك معكم هذه الخبرة التي أنا فيها والتي في جعبتي يعني مساعدتكم أحبتي في الله أولا يعني خذ ورقة وقلم وتذكر هذا الأمر أولا يجب عليك أن لا تسرق المحتوية المواضح بمعنى نسخ لسق نسخ لسق يعني مثلا دخلت إلى موقع تنسخ يعني الموضوع ولو لم يشتكي تنسخ الموضوع ثم تضعه في المدونة وهكذا فأنت ترى أن هذه الطريقة سوف تساعدك في رفع الموقع فهذا غلص لأن جوجل لديها ربوات تكتشف ذلك تكتشف النسخ واللسق وتتعرف على تاريخ إلى آخر ثم بعد ذلك تنزلك إلى الأسفل يعني السرقة تسبب لك عدم أرشفة الموضوع أو احترم دونة يعني تجدك أنت فقط عمليات نسخ ولسق نسخ ولسق نسخ ولسق فأنت إنسان يعني حتى أنه لا يتم قبولك في الأدسنس تمام؟ مهتمين بالربح تمام؟ أيضا الأمر الثاني والذي أصبح مهتم به جوجل في هذه السنة وهي جودة المحتوى يعني تعرف أن تحافظ على جودة الموضوع تكتب جيداً تكتب جيداً تحافظ على النقطة الفصلة على الأماكن التوقف أماكن الوصل إلى آخره ونظام صورة يعني كأنك تعمل صورة فنية للموضوع ليس موضوعاً يعني موضوع يعني محتوى هو غير جيد تمام؟ يعني يكون له جودة يعني إثقان احترافي فجوجل تحترم هذا الأمر تمام؟ وهذا تحديث جديد في 2017 تالتاً الكلمات الدلالية قد تحدثنا وتحدثنا وتحدثنا في العديد من الفيديوهات عن كلمات الدلالية وكيف يتم إتين بها إلى آخره وسوف أضع لكم رابط الموقع الخاص بجوجل أدورد في أسفل الفيديو يعني كي تأتي أو يعني كي تجرب الكلمات الدلالية يعني سوف أضع لكم القناة في الأسفل لمشاهدتها أو في تلك القناة يوجد رابط كذا الكلمات الدلالية هي الكلمة التي يبحث عنها الناس كثيراً في محرك جوجل فأنت سوف تستهدف هذه الكلمات الدلالية بمعنى سوف تكتب مثلاً نقول مثلاً كلمة تحميل برنامج الملتي ميديا لا يبحث عنه أحد ولكن حين تكتب تنزيل برنامج ملتي ميديا تجد أنه عليه طلب أكثر فأنت سوف تستعمل هذه الكلمة الدلالية تمام؟ فهذه تسمى بالكلمة الدلالية فسوف أخذ هذه الكلمة الدلالية ولن أكون متهور كيف؟ بمعنى سوف أخذ هذه الكلمة الدلالية اللي هي تنزيل مثلاً برنامج ملتي ميديا سوف أضعه في المدوانة تمام؟ ولا يعني في الموضوع كله لن أكتب مثلاً تنزيل برنامج ملتي ميديا تنزيل برنامج تنزيل 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 لرفعي لا هذا جوجل يكتشف هذا الأمر وينزلك إلى الأسفل إذن إذا أردت أن تحافظ على الكلمات الدلالية وتعطي لها قيمة ورفعها في محرك جوجل يجب عليك أن تكتب مثلا 400 كلمة 400 كلمة نعم 400 كلمة ولو وجدت أن تجعل هذه 400 كلمة كلها كلمة الدلالية يكون أحسن ولكن نقول موضوع في كلمة 400 كلمة وهذه 400 كلمة لا تخرج عن مجال الملتي ميديا تحدث عن الملتي ميديا إنه البرنامج كذا وكذا 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 فأنت يجب عليك الحفاظ على هذا القسم بالملتي ميديا سوف تضع في مئات كلمة كلمة واحدة كلمة الدلالية بمعنى 100 كلمة تضع فيها كلمة دلالية 200 كلمة جوج كلمة دلالية 300 كلمة 3 كلمة دلالية 400 كلمة تضع 4 كلمة دلالية في كل 100 كلمة تضع كلمة دلالية ربما تستعمل حتى 10 كلمة دلالية وتستعملها في مختلفة في اللفظ ولها نفس المعنى تستعملها في المحتوى كلما زاد عدد الكلمات كلما كانت فرصة رفع العنوان في محرك جوجل ثم سوف تقوم برفع العديد من الكلمات الأخرى ولكن حافظ على هذه الكلمة الدلالية ربما تضع جوج كلمة دلالية بين 400 كلمة وسوف ترتفع والتكرار يعني كلما تكتب كلمة 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 مكررة في نفس الموضوع فهذا يعده جوجل يعني أمر تافي يعني لا يحبه تمام هذا من أسباب أيضا من السبب الثالي أعتقد الرابع الكلمات الدلالية التي تكون داخل القالم داخل القالم هناك مكان خاص بkeyword يعني خاص بالكلمات الدلالية ومواصفات المدونة في كلمات في مثل يعني من تحت من head في مكان يعني كيف سأشرح لكم سوف أدخل إلى مدونة سوف أدخل إلى مدونة دروري من ذلك كنت لا أعتقد أنني سوف أستعملها ولكن سوف أشرح لكم الأمر كي تفهمون أكثر سوف أدخل إلى مدونة جريبية مدونة جريبية هذه مدونة استهدف بها الجزائريين ومشاء الله يعني تبارك الله سوف أجريب مثلا واحدة جريبية لأنني أضع بعض الحاجات التي لا أريد إظهارها لا أعرف لكن سوف أجرب سوف أجرب هذا الشام هاشم الشام هاشم الذي قمت بأحد فيه سابقا تمام قديم وتم توقفه سابقا الله يرحمه سوف ندخل إلى تحرير لاشتيميل وأعتدر على الإطالة ولكن أمر مهم هنا كما تلاحظون كي وورد ديسكريبت هنا هذا المكان خاص بعنوان في هذه المدونة نقدم العديد من الخدمات مجانية ومتفاعل لكل أصحاب جهاز كمبيوتر إلى آخره وهنا تضع كي وورد يعني كلمات الدلالية في هذا المكان في الوسط تضع هذه الكلمات مثل متصفح لواتف الدكية أنشيد إسلامية أندرويد أنظمة برامج برامج تحميل يعني لا مشكلة عادة كبير تمام هذا خاص بالميطة يعني يكون أسفل في الهيد تمام هذا تذكر أن تجده في القلب وأيضا ربما تجد سوف أراقب هل توجد واحدة هنا أحيانا تكون يعني كي وورد ويعني باردف يعني افتراضية يعني تأتي كلمات افتراضية ولكن أنا أنصح بإضافة كود يعني حديث تمام كود حديث مهم ابحث القلب هذا فقط من باب من باب يعني موضوع تمام فهمنا الآن في القلب أيضا من أسباب رفع المدونة هو نشر المدونة الخاصة بك وموقعك في المدونات الكبرى يعني مدونة كبيرة مثلا مدونة كبيرة أو منتدى هتدير منتدى كبير يمكنك نشر فيه المدونة خاصة بك ولكن ليس عشوائيا فإن كان عشوائيا سوف تعرض نفسك إلى نزولك إلى الأسفل فكيف يكون ذلك بنظام هو مثلا تتحدث عن موضوع وتقوم بشرحه ثم بعد ذلك سوف تقول تذكر المصدر المصدر هو الخاص بالموضوع نفس الموضوع الخاص بك تضع المدونة الخاصة بك هنا قد ذكرت المصدر هذا جيد أو شخص تبحث عن أشخاص تسأل عن مسألة مثلا كيف يتم أو أنا أبحث عن قلب المحترف مثلا فأنت سابق لك أن تحدث عن قلب محترف سوف تدخل تقوم بنسخه وتقول له إنه قلب محترف من هنا كذا وتضع الرابط فهذا يكون معشوق يعني جوجل تحشق مثل هذه الأمور تقول أن هذه المدونة عليها اهتمام وتذكر من هنا ومن هنا يعني عليها اهتمام تمام هذا أيضا من أسباب من أسباب الرفع المدونة في محرك جوجل في جميع سواء في اليوتيوب أو في أي مكان وأعتقد أعتقد ذكرت ما في جعبتي ربما قد نسيت بعض الأمور ربما الله أعلم إذا تركتم السؤال في الأسفل ربما سوف أجيبكم لأنني لا أستحضر الجميع ولكن غالبا هذه التي ذكرت هي صحيحة إن شاء الله ولكن عالم السيو إخوة الكرام أمر صعب جدا ويحتاج إلى محترفين كبار تمام ليس في مستوي فأنا فقط 0.0001 بين المحترفين الكبار إلا أنني أذكر لكم تجربتي التي يعني نجحت فيها وأريد أن أشارك معكم كي تنجحوا أنتم إن شاء الله تمام وقد ذكرنا لكم السرقة نسخ لا يجوز الجودة جودة لمحتوى وهي جديدة عند جوجل في 2017 وكلكم تعرضتم لهذه المشكلة الأرشفة ومشكل زيادة الريح فجوجلك كانت تشتغل على هذا الأمر أصحاب الأدسنس أيضا كلمات الدلالية أيضا نشر موقعك في المدونات الأخرى وأيضا عدد الكلمات في المدونة وأعتقد قد انتهيت وسبحانك الله بحمدك أشهد الله لا نستغفر كي تبليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته